اشتركوا في القناة والذي يقول لا انا ضده كلنا سوينا هشه فعلا فالوالدين في بعض الاحيان يا ياسينو ايضا ومشاهديننا عندهم مشكلوية الطفل اللي يبدأ في الهرب من قول الحقيقة واللجوء لسرد قصة بعيدة تماما عما حدث ويدفع هذا الشيء للبدء بعادة الكذب اللي تقلق في بعض الاحيان الوالدين وتجعلهم يعانون من اجل التخلص من هذه المشكلة او العادة كيف نتعامل مع الطفل الكاذب محور نقاشنا مع الدكتورة ياسمين الخالدي اخصائي تربوي ونفسي مسات ورد وسعادة دكتورة يا مساء الحب والايجابية والسعادة والصدق اهلا استاذا شفت كيف انا انسان صادق هذه العادة في كل حد يعني اتوقع اغلب الناس يمكن نقول مش كذبة تهرم الحقيقة للخور كذبة بيغة ممكن صح كذبة بيغة ماذا شو اللي يدفع الطفل ان يتهرب من قول الحقيقة اول شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اشد على ايدكم على اختيار هذا الموضوع الجميل والمنتشر بصورة واسعة واصبحت حالة تقرق اولياء الامور والمربيين اللي هو اللجوع للطفل الى انتهاج اسلوب الكذب ليش الطفل ينتج تساؤلات كثيرة احنا كموجهين واخصائين تربون ليش الطفل يكذب هناك عدة اسباب طبعا هو الكذب هو اللجوع الى انكار الافعال والاقوال الغير صائبة لتخلصه من العقاب او التقريع الوالدين او المدرسين او هذا ولكن هناك لو نسأل شو هو الاسباب اللي تأدي الى اي طفل او طفلة الى انتهاج الكذب هناك عدة اساليب وهي خطأ الجسيم في التربية من قبل الوالدين اللي هي التقريع واللوم الزاد او الحماية الزائدة بالنسبة للام والاب والخوف المبالغ والغير طبيعي على هذا الطفل فيلجأ هذا الطفل الى اخفاء الجزء من الحقيقة او تستر على الحقيقة في موقف معين بصورة كاملة حتى ينقذ نفسه من اللوم والتقريع والسؤال والجاوب دكتورة ياسين في بعض الاحيان الوالدين يوعدون عيالهم بشيء اوعدك اخذك مكان اوعدك ايب لك هذا الشيء هذا التليفون هذا الشيء فالفكرة يكتسب وما يوفون بي وعودهم لعيالهم فالفكرة ان الطفل الممكن انه يعني يكتسب خلينا نقول عادة الكذب من الوالدين دون ادراكه صح؟ نعم خبرين اكثر عن هذا الموضوع هما بحال انه خوفا عليه او تربيته او توجيهه او حمايته زائدة لكن هما يجب ما هو الطفل منين يعرف او يكتسب صفة الكذب من الوالدين او المحيطة هي البيئة المحيطة به او التربية لان التربية احنا نقول مش بالتعليمات وافعل او لا تفعل التربية بالقدوة فمن قدوة الطفل الوالدين والمربين والاهل والاسرة والاسرة الممتدة لما يكون هناك جو يتصف بالصدق والمرونة والايجابية والتفاهم والاحتواء هنا رح تنزر وتنغز في صفة الصدق ولكن اذا هو ده يشوف مثلا سواء في بيئته الاب يكذب او الام تكذب حتى لو كانت بغير قصد ممكن مثل ما قلنا انه هي خايفة عليها مثل من ضمن الاشياء نقول يكتسب صفة الكذب العرضي او التقليدي اللي يقلد المقلد يقلد الوالدين مثلا تجي الام تخبر طفلها امشي نروح مول او نزهة او نتناول الحلويات او شي واذبه المفاجئ المسكين يتفاجئ انه موديته لطبيب او طبيب الاسنان هنا هي خايفة عليها ولكنها طيبة انه خايفة عليها حتى لانه تعرف رح يرفض ولكن هو من رح يشوف هالطريقة رح يميل التقليد للوالدين وينتهج هذا الكذب بسلوكياته صحيح على طريق هالموضوع انه اخذ من والدين موضوع الكذب انا قبل وانا صغير نعم يعني يقولوني نام من وقت اليوم ساعة تسع في الليل ولا ثمان في الليل عشان الصبح ساعة ثمانية بنقوم بوديك المول ولا بنوديك المكان الفناني اقومها ثاني يوم مدرسة اقوم ثاني يوم ما اصر حتى في البيت يريد انها ما اصر حتى في البيت وعشان اتنام وانتص حتى نشوف على المدرسة هاي الطريقة الاستغلال هذا يعني نقدر نقول انه لمصلحة الطفل يعني ولكن ربما الطفل يأخذه بصورة ثانية بغير لانه هنا الطفل هو مرحلة عمرية مرحلة نمو الأفكار تجميع الأفكار مواقف هو لا يفرق بين الحقيقة والخيال لا يفرق بين الكذب والصدق هنا احنا بدورنا احنا اباء وامهات احنا قدوة لأولادنا لازم اعرفهم اقعد افهمي في مرحلة من مراحل العمرية للطفل انه انت لازم تنام حتى مثلا تصحب نشاط لانه عندك واجبات والذاكر فلازم هنا البرين الموقع يكون نشيط وهو كيف يكون نشيط لازم يكون محصل على مساحة من النشاط والراحة فبها الطريقة بس مو ألجأ انه يعني يأكذب عليه صحيح طيب دكتورة ياسمين ذكرتي الحين انه خيال الطفل واسع في بعض الحين ممكن العديد من الامور تختلط عليه ويصبح عنده لابس لانه طفل صغير طيب كيف نكتشف نحن كوالدين ان هذا الطفل يكذب الآن ما هو الطفل هو مرحلة حسب عمر الطفل مرحلة الكذب يكون هناك مرحلة عمرية من 6 سنين إلى فهم هنا يلجأ الطفل في بعض الأحيان وليس في الغالب إلى كذب نقول البيضة أو الغير متعمدة لكن تؤدي للسودة دكتورة إذا في حالة أنه تغاضى الأولياء الأمور وأخذوا الأمور للكذب بضحك ولم يرشدوا هذا الطفل في التفريق بين الواقع وبين الخيال هنا عنده الإدراك غير مثل ما يقول غير موجود غير واقع هو يخلط بين الواقع والخيال لذلك يشوفون من يقعد على أفلام الكارتون أو على الأشياء هاي الشخصيات الأسطورية من يجي يتكلم أمام أقرانه أو أمام والدي أو أمام عائلته أنه يتكلم على هاي الشخصيات والواقع كأنه حقيقة وهو مصدق فيها في بعض الأحيان يقولون لا أنت كذاب هذا يسموه الكذب الالتباسي اللي هو يتلبس الشخصيات ويتلبس هاي الأمور فيحكيها فلازم إرشاد هنا دور الأسرة جدا مهم في إرشاد هذا الطفل في هاي المراحل العمرية بأنه ما يسرح بخياله ويجسم الأمور وياخذها وهنا التفريق أنه هذا الشخصيات هي أسطورية وليست حقيقية وأنها ما وجدت لهدف معين فمن بداية هذا العمر إذا كانوا الأولياء الأمور مع الطفل في مراحلة هنا راح يحطون حد لكل مرحلة ومثل ما يقول لك يحوطون ويحددون الكذب عنده لكن مثلا إذا كانت الأم لاهي أو الأب مشغول وهو يسرح فيه خيالاته هنا راح يوصل إلى شخصية الطفل شخصية يعني نقول لك مش محددة منفتحة وممكن يستغرق في الكذب وهذا بعدين إلى يكون شخصيته يكون منهج سلوكه بالمستقبل بهذا الكرام نقدر نقول أن الكذب هو سلوك مكتسب ولا ينتج عن عوامل نفسية معينة والله أغلب الدراسات النفسية وإحنا ما تعلمناه في علم النفس تخصص علم النفس التربوي وما درسناه وطلعنا عليه من أخصائيين التربويين في أخصائيين اللي سبقونا أنه الكذب هو مكتسب من البيئة المحيطة التربوية المحيطة بالطفل ونتاج عن تصرفات الأم والأب الطفل يتربى ويتعلم ويكتسب ما يشاهده من والده إذا كان الأب يكذب إذا كان أب يغير في الكلام الأم تكذب وتوعد وما توفي بالكلام أو مثلا أمام الطفل شيء وبالتليفون مع قريناتا أو مع الأهلها شيء تاني طبعا هذا وين هذا كله رح يكتسب بيكتسبه ويمتص الطفل صحيح طيب يعني الدكتورة في بعض الأحيان يلجأ العديد من الأهالي للتخويف والترهيب من موضوع الكذب كيفية المعالجة والإرشاد الصحيح للطفل اللي يكذب عقاب على طول من أول مرة؟ لا لا أنا دائما أقول حتى لو كان أبيض والأسود الكذب كذب ما في أبيض والأسود صحيح ولا حتى رمادي الكذب كذب فأنا من أكثر الأسباب الرئيسية والحلول الرئيسية اللي دائما أقول عليها يا جماعة إحنا أولادنا شركاء روحنا إحنا يعني نقول ابني ابن قلبي فأنا دائما أربي على الحب أخذ دائما الأشياء الإيجابية فيه أنا مميها أشجعها فيه مرونة فيه تسامح فيه وضوح أهم شيء دائما أنا أكد على الأم والأب اللي هي تفعيل لغة الحوار فتح قنوات الحوار بين الأم والأب هذا تخلي الطفل يشعر بكينونته يشعر أنه شخص مهتم به يزرع ويحفز المسؤولية في داخله ويزرع الثقة بنفسه أنه يصبح شخص شخصية قائدة شخصية محاورة شخصية قوية كيف يكتسب هذا القوة الطفل من اهتمام أهله فيه واحتواءه وإيجاد كل الأشياء والصفات الجميلة به وحتى المواهب الطفل الموهوب كيف يكتشف عن طريق الأسرة وبالتالي تتبنى الأسرة هذه المواهب اللي عنده وتقوم بالتواصل مع المؤسسات مع المراكز مع توجيه المدارس في كيفية الاستفادة من مواهب هذا الطفل فكل هالمنبع من وين؟ من تربية الأم والأب والبيئة المحيطة نعم أنا يعني سؤال على تويتر الحين سؤال شفته مهم وقلت لازم أني أخذه وأقوله نستغلي الفرصة وشغال واقعي بعد نزين كيف يقدرون أن الأم والأب يساعدون الطفل أو يوقفونه وياه يمنعونه عن الكذب إذا هم أصلاً مش موجودين له؟ لازم هاي عملنا إحنا يعني أنا عندي أولاد بالبيت أحكي لك بصراحة حكي لك مش مثالية منطق أيضاً عندي أعمال إحنا على مجال الإعلام على مجال الاستشارات على مجال هذه ولكن لازم أخصص وقت وسوي جدولة وقت أنا أجلس مع أولادي كل يتنق أعمالنا هذه الحياة كلها عمل في عمل ولكن لازم تخصص جزء يومي للطفل وجلسة عائلية مثلاً نهاية الأسبوع بالويك أند أجلس أشوف شو أفكاره شو اللي مر عليه شو الأشياء اللي زعجته من هم الأصدقاء اللي هم طيبين السيرة والسمعة شو الأشياء اللي بتضايقهم من الأصدقاء شو الأشياء الدواخلة أنا شون أعرف ابني شون أعالج السلبيات اللي عنده يعني مثلاً أونلاين مثلاً مع ابني أمها معقولة لازم أجلس معه أخصص لمساحة من وقتي حتى أعرف الأشياء اللي هو ممكن يعاني منها وبالتالي أبدي أشتغل عليها شوية شوية التواصل حتى لو كنت خارج البيت إذا أنا علاقتي قوية مع ابني لو كنت في عمل خارج البيت هناك في التواصل مع ابني دائماً وأبداً مش أترك عشر ساعات والله أنا مشغولة التواصل يا جماعة جداً مهم مع ابنائنا حتى يسد التغرات اللي ممكن غيرنا من أصدقاء السوق وما أدراك خارج إطار الأسرة يملؤون هذا الفراغ وبعدين تحتثل حوادث العديد من الأطفال دكتورة يكذبون ولكن الأم تنتبه والأب ينتبه ويتجاهلون الموضوع إنه خلاص عادي بعد صغير عقب يومي أكبر ولكن في أشياء في ناس يأخذوها بضحك ترى صح ويأخذونها بضحك صح هذه العادات ممكن أنها تزيد وتصبح تتفاقم أكثر ولكن لها أيضاً تأثير سلبي على مستقبل هذا الطفل وحياته يليد لو تخبرين عنهم طبعاً عندما أعرف شو سبب إحنا كأخصائية أنا تربوية نحمل جلسات تجينا حالات مع الطفل الكاذب أقعد مع الوالدين أسمع شو المشاكل اللي يعانوا منها الكذب وبعدين أقعد مع الطفل أحاول عن طريق الكلام الغير مباشر لأن إحنا قلنا كل عمر إلى طريقة بالتعامل في الطفل صغير عن طريق اللعب الألعاب الاستدلالية الأشياء فأحاول أعرف منه وأسئله وبعدين أحاول أطبق الأجوبة اللي يعني خبرني فيها مع الأهل هل هاي صحيح أو لا ثم أرجع وأعود بالجلسة أخرى مع الوالدين وأسمع من العدون وبعدين نحط لهم برنامج يمشون في كيفية توجيه هذا الطفل أول شي قلنا إحنا قسوة زايدة ما فيه اهتمام احتواء ممكن قد يخاف الطفل اللي جاء للكذب لماذا؟ هناك ممكن هناك طفل جديد بالعائلة وهو قد يكون الطفل هو الأكبر أو الأوسط وهذا فيميل للكذب حتى يستدرعط في الآخرين واهتمام فيه حتى ممكن قتلتش الغيرة بين التفرقة بين أولياء بين الآباء هناك أربعة إلى خمس أولاد ممكن الأب والأم بطريقة غير شعورية يميلون للطفل الأكبر أو للطفل الأوسط أو ما بين الأوسط والصغير هذا مسكين شو وضعه صحيح فلازم أنا أشوف هالأمور كلها وأعرف سن الطفل وأعرف نوعية الكذب نوعية الكذب من نعرفها رح نعرف كيف نتعامل ونوجه أسئلة للوالدين شو سبب اللجوء لهذا ممكن قصور في التربية فعلا دكتور الكذبة الأولى الشائعة بين الأخوة منو كسر هذه أخوي أختي صح؟ أنا تدربته أكيد أنت بعد لا تدريش هذا نوع الكذب الانتقامي لا يكره والله في كذب النوع كذب الانتقامي يكره واحد فشو يكل التهم إلى حتى هو يبرقنا صح طيب هذه الإشارة الأولى أن هذا الطفل ممكن يكون يعني يكذب على كبر كيفية الإرشاد والتوجيه في هذا العمر إذا بدأ بالكذب الانتقامي أنا أعرف ممكن أنا أخذ المعلومات أسأل منها أنا ما ألقي رأسا اللوم والسبب أنا أعرف ابني ممكن أنه كاذب بس أنا ما أقول له أنه أنت كاذب أنا أنبهه أولا بعدين ثاني أنبهه ما استجاب ما هذه شو اسمه لكن بطريق الإبتعاد عن الأذى الجسدي صحيح عاقبة بأشياء اللي يحبهاك خروجها مثلا سحب من عند جهاز الأعباد أو سحب أي شيء أو حرمانه من خروج أو شيء وليس أمام الآخرين طيب إذا كان الطفل كاذب ونحن حاولنا نلعب على العقل الباطن وقلت له لهذا الطفل الصغير أنت صادق أنت صادق أنت صادق هل من الممكن هذه التوكيدات أنه تحول طفل كاذب لطفل صادق ممكن إذا حسنتي التعامل معه ووجهتي ولما تعرفين أنه هو كاذب ولكن أنت تقولي له صادق ووجهتي على الإرشاد طبعا مع الكلام هناك السلوك وتوجيه السلوك المعرفي العلاج المعرفي السلوكي وشفتي أول تصرف منه أنه بدأ الطريق الصحيح وبدأ أنه يتصرف صحيح هنا مبدأ الثواب تعطي هدية تكرمي أشياء حتى يبدأ ينهج هذا المنهج وهذا الطريق السليم صحيح ولكن أنت تقولي له صادق صادق هو قاعد يكذب صادق وصادق هاي بعدين يصير قنبلة موقوتها وبعدين ينتهجها فلازم إحنا معها المديح هناك أسلوب معرفي سلوكي أسلوب تربوي قوي ووقت مؤقت أمسك مثل السفينة صحيح شكلها إذا كانت صغيرة سألت بلاوي لا والله لا نزيل دكتورة أنا أعطيك حل طي في حيلة شفتها شو يعني كنت أحد أصدقائي أنا في يوم وما شاء الله عندي عيال يعني نزيل وكان سوى مصابقة بينهم عسب يطلع من الذي يكذب راح اشترى جهاز وهمي كاشف للكذب صدامني ما شاء الله على المستوى جهاز وهمي كاشف للكذب ياب الجهاز حط على الطاولة تعالوا أربعة هم الله يحفظون حطهم قدام من الذي خذ الشيء الفلاني من هناك أملوك للحلاوة من الذي فعلت شيء ليس أنا ليس أنا ليس أنا يقولهم لو حطيتوا أيدكم وشذبتوا بكهربكم لو حطيتوا أيدكم وشذبتوا بكهربكم من الجهاز فقبل أن أضعوا يديهم أصلا أنا الذي فعلت يقولوا فاستخدم هذه وإنها هذا الرغب هذه حيلة تكية فعلا كل الأمهات والأبهات اللي يبون بتحصلونا على الإنترنت موجود هذا الجهاز تشتروه ورايحوا رأسكم انزل على طاري هالموضوع أيضا موضوع كشف الكذب كيف نقدر نكشف الكذب للأطفال هناك طبعا شخصية كل طفل يختلف عن شخصية الطفل الآخر هناك طفل شخصية ليدر هناك طفل شخصية خائف هناك شخص شخصية حساسة فاختلاف ولكن المظاهر الرئيسية العامة بالنسبة للطفل اللي يكتب اللي هو يتلعثم أثناء الكلام وما من يتكلم حتى نبرط الصوت منشوفها بالمواقف الاحتيادية من يتكلم معك مع الوالدين أثناء كذبة ويريد يغطى حتى نبرط الصوت تختلف هذا يسمو وعبارات حتى أنه التواصل البصري حتى بالكبار ترى متحسين أنه الشخص الشخص الأمام مش مده يتكلم صدق احنا هذا عندنا احنا الاخصائيين النفسيين والمدربين بتطوير الذات وهالأمور هاي احنا نكشفها عندنا الفيس لانجوج والبدي لانجوج بالصغار بعض أوضح هاي الأمور عدم تواصل بصري النبرة الصوت هنا تكون مختلفة وشبه خائفة وقلقة التلعثم بالكلام تحس حتى الربط بين كلام يقوله مثلا سوى شغلة على سالفتك منو كسر فلان منو كسر هاي تحس قاعد يحكي القصة كيف صارت تحس فيه تغرات ما تحس أكو سلسلة مترابطة بالأمور ويوم كنا صغار كان يقولون أنه مكتوب على يبهتنا تشذاب ولا صادق كان مكتوب على هذا الموضوع كان مكتوب على ونقول بسرعة أكيد نورتنا لهذا المساء دكتورة ياسمين الخالدي اخصائي تربوي ونفسي يعطيك ألف عافية تسلمين نورتنا بوجودكم شكرا للصباح مشاهدين مستكملين وياكم ولكن بعد هذا الفاصل السريع خلكم ويانا